انتقلنا من مرحلة انفجار أكبر أزمة اقتصادية اجتماعية بتاريخ العالم إلى مرحلة مواجهة الأزمة وإدارة الأزمة أدر المستطاع لوصلنا إلى المرحلة الثالثة اللي هي الواقع الجديد لأنه ما عند فينا نحكي بأزمة بعد أربع سنوات من مرورها فما هو الواقع الجديد باللبنان وباقتصاده للأبناء والشعب والشركات بهذا الفيديو الصغير بعد أربع سنوات من ابتداء واندلاع أكبر أزمة اقتصادية اجتماعية مالية ونقدية بتاريخ العالم ما عند فينا بقى نتكلم بالأزمة لكن علينا نواجه ونتكلم على الواقع الجديد على أرض المعركة الاقتصادية والمالية والنقدية لأنه هاللي عم نعيشه اليوم ما فينا بقى نسميه أزمة لأنه الأزمة بتكون بوقت قصير أو متوسط لكن وقتها بتدوم على الوقت الطويل بتصير الواقع الجديد الواقع الجديد هاللي نحنا اليوم عم نعيشه أنه اليوم أصبح اقتصادنا حجمه منه أكتر من 20 إلى 22 مليار وهيدا الأرقام الرسمية لكن نعرف أنه أكتر من نص اقتصادنا مبني على سوء السوداء والاقتصاد غير الشرعي هذا يعني انتقلنا من اقتصاد مصرفة مراقب إلى ما يسمى اقتصاد الكاش هل هو أخطر اقتصاد بتاريخ العالم يوم اقتصاد الكاش وصلنا إلى إدراجنا على لائحة رمادية لكن كمان منعرف أنه في خطورة ومخاطر كبيرة نندرج على لائحة السوداء ويكون عنا مشاكل مالية ونقدية حتى بالفرشكاش هاللي هو بين إيدينا الواقع الجديد هاللي عم نعيشه اليوم هو مت ما شفنا عنا أغنياء جدد وعنا فكراء جدد الأغنياء جدد هن من استفاد من الأزمة من التهريب من الترويج من طبيب الأموال وغيرها وقسم كبير منهم هن اليوم هاللي عم بيستولوا على سوق الاقتصاد الجديد وعنا لسوق الحز كلمة ما بحبقولة الفكراء الجدد هاللي ضحوا كل حياتهم هاللي يسمدوا قرشهم الأبيض ليوم الأسود وانسرق هذه الأموال الواقع الجديد اليوم هاللي عم نعيشه أنه أصبحت حقيقة أنه الأموال والوديع سرقت وهدرت وراح يكون مصعب جدا استردادهم واذا تفعلنا بركة الاستردادة الأكبر هو على المنعيشه اليوم بتعمية 151-166 هاللي عم نحكي بالـ 10,000 و 18,000 دولار على عشر سنوات القادمة الواقع الجديد هاللي عم نعيشه اليوم هو انهيار نهائيا كل الوزارات والدولة ومرة أخرى تحفيز مش فقط الاقتصاد الأسود لكن تفسيد الفساد لأي معاملة بالدولة وعيكون صعب جدا نرجع نبني دولة ووزارات متما نحنا بدنا إياهن الواقع الجديد هو تهريب مش فقط المستثمرين لكن خاصة الرياديين هاللي ما عاد عندهم سق ببلدهم وعم بيهربوا أكتر وأكتر ليبيعوا أفكارهم لغير بلدين أما من شقة تاني نعرف أنه في عنا شركات قدر تتواجه وتنمى أكان بقطاع الصناعي بالتجاري وخاصة بالسياحة ببعض الاستثمارات الجديدة هاللي عم نشوفها لكد بحزر جديد نحنا اليوم الواقع الجديد هو اللي عم نعيشه اليوم اقتصاد حجمه أصغر بكتير اقتصاد أسود عم بينما على حساب الاقتصاد الأبيض والشفاف زيادة التهريب وتبيض الأموال والترويج انقصامات بعد أكتر كانت طائفية أو مذهبية أو حزبية وغيرها لكن بالداخل الكلم التفق بيقدر يضل بكراسي والمسؤول المباشر بأكبر أزمة ميلية اقتصادية نأدية بتاريخ العالم هن بعضهم عم يقودوا الباخرة لحد اليوم هذا حبيت أنا أقول بهالفيديو أنه نحنا انتقلنا من انفجار الأزمة لمحاولة إدارة الأزمة إلى اليوم الأزمة اللي أصبحت بحياتنا اليومية هاللي بطلت فقط فينا نسميه الأزمة لكن هيدا الواقع الجديد للبنان نحنا اليوم عم مفترق طرق أما عن كفة هالطريق الشائكة أما اليوم بننرجع نبني وطن بانتخاب رئيس جمهورية باتفاق على حكومة فعالة باتفاق على صوت واحد لبتمنى مفوضات للسلام بلبنان وبالعالم أما بنكون عم ننجر أكتر وأكتر في هذا النفق الغمي والسودوي وشكرا ترجمة نانسي قنقر